السلام عليكم وحتى الله وبركاته وزاوك الحبيبية عاملين ايه يارب تكونوا بخير نبدأ الفيديو بتاعنا بصراحة سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين الناس جديدة لمعين اسمي نادية ويارب كونه تكون مفيدة لكم وتعجبكم النار ده هنعمل معادي شوية تهجيزيات كده او شوية اطباق يعني حوالي مثلا خمس ستة اطباق كده هنعملهم تنفعك بقى صحور رمضان تنفعك فطار تنفعك عشاء برضو تنفعك غدا على فكرة مش هتقول لا هنعملها معادي بطرق كده بسيطة ان شاء الله تعجبكم اول حاجة معايا كده ان شاء الله هنعمل الشاكشوكة عيون بطرقية مختلفة شوية ناس فيه ناس كتيرة بتعملها بس بتعليمها بتعملها يعني بخضرة وبصل ومتقلبة كده اللي النهاردة هنعملها بالطوم وهنعملها عيون ان شاء الله الطريقة ده هتعجبكم بطعمها احلى بكتير من اللي هي بالخضرة وبالبصل من التقلب يعني بصنا حطيت معلقتين زيت في طاصة فاي طاصة عندك وحن نزل تعليم معلقة صغيرة من الطوم المفروم وحنزل عليهم بمعلقتين من الصلصة صلصة بقى لازم تقلبيها في المادة الدهنية كده على النار عشان تنزل المادة او تشيل منها المادة الحافظة اللي هي فيها تمام تقلبتين كده وحننزل بعاليهم بحوالي مسلا ايه اه كوباية مية تمامش المية دي اللي حنسوي فيها البيت بتاعنا اللي هو ايه العيون هنقلبهم كده نقلب السلصة غير ما ندويبها اه في المية بعد كده هنحط شوية ملح وفلفل اصمر مش هنحط اكتر من كده مش عايزين ايه بقى البهارات ولا اي حاجة تمام شوية ملح على قد ما بتحب الملح بتاعك اه ودوق ايه عشان تزبطي الملح بتاعك بعد كده هننزل بشوية فلفل اصمر وننزل على طوب البيت بتاعنا اه نحط بقى ايه من يعني حاول تكون يرفع ايدي كونتي بتنزلي عشان ينزل عيون كأنك بتعملي بدي عيون بالزبط طوصة انا زودت شوية مية بقى كده كمان عشان ايه المية دي هتخلي البيت ايه يستوى معينا طبعا لغاية دي قدشي النار عندي عالية لغاية بس ما تغلي كده غلوة حط البيت وتغلي غلوة وبتجي بقى ايه اه ودت عليها النار خالص وسيبها بقى تستوى على نار هادي خالص على ايه ما تقدر يعني هنا هنبعد بس ما كان البيتش مبقاش كل لازق فبعد كده انا عملتها اربع بدوت انت بقى عايزة تعملي بقى ايه على حسب عدد افراد الاسرة عملي عم تعملي خمسة ستة زي ما انت عايزة عدد البيت تمام حطيت على الوش شوية فلفل اصمر كده وقلبتها وهديت النار خالص وسيبتها بقى ايه تستوى مع نفسها هنا كان عندي شوية فل في التلاجة كده وكان عندي اه يعني شوية صدق كده سبعين ثلاثة صدق عندي في الفريزر فطلعتهم قلت اني عمل بيهم ايه اه طبق فل بصدق كده حلو طبق ده حيبقى حلو جدا في سحور رمضان على الفكرة والشكشوكة برضو دي تبقى حلو جدا في سحور رمضان تنفعك بقى برضو في وجبة غدا كده مع شوية بتصفح مرة هتبقى حلو جدا تنفعك في فطار مثلا يوم الجمعة اه تنفعك في عاشة برضو كده مالمومين مع بعض في الشتا ده وعايزين اكلة ايه بالليل كده تدفي كده حلوة فتنفع في اي حاجة الاكلت دي كلها انا هنا جبت طمط مية واحدة بس اطعطها كده زي ما انتو شايفين الكتعة صغيرة وجبت قرن فلفل حامي طبع مش عايزة فلفل حامي هتحطي فلفل كبه هتحطي كده طبعا ايه كان حامي اوي فانحطيت نص واحد بس عشان كان حامي اوي هنا بقى حمش هناخد صدق كله لا انا يعني ايه هناخد بس سبعين بس من الصدق انا هنا بلانشت ياشن ما قطعش الصدق مع الخضار اه فحطيت ايه الصدق في طبق كده وهقطعه في الطبق هناخد بس سبعين بس من الصدق طبعا برضو انت عايزة تحطي اه تزوجي الصدق شوية ازوجي براحتك تمام لو عملا غدا بقى يعني كريميهم كده وزوجي الصدق شوية لو عملا بقى فطر والعشو يكفى عليهم سبعين الصدق دولي تمام هنحط السبعين كده الطعيم بقى ايه صغيرين كده عشان يبقى ده صدق بقى لي من جابة من عند الصور ماركت يعني مش صدق جزاري اه فانا بقى الطعام صغير كده عشان يفرفت معي مع الفلتصر بيبقى طعم حلو جدا انما بيفرفت كده دي واجبة اقتصادية جدا انا عم فكرة لو عملا غدا هتبقى غدا اقتصادي جدا هنا معينا بقى البيت بصو شايفيني بتادي بقى ايه يستوى معينا كده هنا انا كان عندي بقى شوية بعد ما تدخل في السوا بقى خالص كان عندي شوية جبنة متزرلة كده حطيتهم ايه على الوش كده يعني معلقة اولا معلقتين بس كده على الوش لو انت عملاها غدا بقى حطها له مش عايزة تحطي فهي دي اختيار يعني بس انا عرب من رأي لو عملاها غدا وعندك شوية جبنة متزرلة او ايه شوية جبنة حطيهم على الوش كده اكسر يعني هم يعني اش مب علقاتين بس كده على الوش لو انت عملها لقد. اه دي اغتيار يعني ما عنديكش خلص ما تحطيش اي حاجة هي بتبقى جميلة جدا من غير اي حاجة كفاية شوية تفلفل اصمر راح نحطينه مع الوش. هنا بقنا قلتها على النار التانية كده وهديت عليها النار خالص وسبتها تكامل سواء مع نفسها بس اهم حاجة تسيبها لغاية ما تستوي شان تأكدين السفار من جوا استوي. بعد كده جبت طاصة تانية على النار برضو حطيت فيها معلقتين زيت ونزلت عليها بصدوق البقلي بتاعنا كده وحمرته وحاولت ان انا اهريسه شوية كده عشان ما بيبقى احلى. آآ ما تسيبوش بس يتحمر قوي عشان ما ينشافش منك. قلبته تقلبتين كده نزلت عليه آآ بفاصي توم برضو او فاصين توم مفرومين كده. آآ وبعد كده قررنا فلفل الحامل اللي هنزلناه. قلبتهم تقلبتين. بعد كده نزلت عليهم بالتماطم اللي متقطعة. طبعا كميت التماطم على الحاسب ما بتحب التماطم فيها دقيقة. حطيت بقى التماطم كده وقلبتها تقلبتين. وحاولت تبقى شوية ملح برضو فلفل اصمر مش حاولت النار دا بهرات في اي حاجة يعني. شوية ملح وفلفل اصمر كده بس. وآآ هاسبها بقى على نار هادية كده. لغيت ما التماطم تتبل معنا وكده صدوق ستو. هتتبل معنا التماطم زي ما انتم شفته كده. ننزل بقى بالفول بتاعنا كده. بس انا مكترتش الملح وفلفل اصمر اللي الفول دا كان عندي في التلاجة. فكان فيه اصلا هو ملح. فيه ملح وكمون. فمش هحط بقى ايه كمون غير ملح وفلفل اصمر بس. تماما نقلبه كده تقلبه حلوة. كده الفول يعتور معنا جهز. بنسيوه بس على النار برضو ياخد ويجي مع نفسه كده ايه? على النار هادية ايه? يعني دقتين результат investigated. ففول دا بتاعيه لي ان ده فول اسكندرانيي يعني لو انتم من اياه محافظة تانية وبتعملوا فول بالصدوق بالطريقة دي اكتبو ليs ت この��서وا قرار بس coloc. حلو انتم بتعمل اذا بتعملوا بنفس الطريقة دي في اياه محافظة تانية اكتبو ليس في التعليقات يعني. ولو واحدة ليس الطريقة تانية اللي فول بس دو برضو كتبلي في التعليقات من استفيد من بعض. بتنسوش بقى like كده. للي عملونا like ترجمة نانسي قنقر 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 عدشها لون حلو جدا على الوش. آآ وسايحة كده على الوش. فتحفة عصر منها برضو من غير جبنا مزرية. از ما قلت لك هي اختياري. آآ البطاصل المرسل بابا غنوك كان تلع تحفة كان حلو جدا وبطاصل محمرة. عايز اقول لك ان هي تنفع فطار تنفع غدا تنفع عاشها تنفع في صحور رمضان. ممكن تغذي فكرة واحدة منهم او فكرية او تلاتة. مش هزم